أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب التوحيد من الكافي الشريف باب صفات الذات قبل أن نبدأ بأحاديث هذا الباب لابد من التنبيح بأن الله سبحانه وتعالى له ثلاث أنواع من الصفات النوع الأول صفات الجلال بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يجل عن الاتصاف ببعض الأمور إن الله أعلى وأجل من أن يكون جسما أو أن يكون مركبا أو أن يكون محتاجا هذه عبر عنها في علم الكلام بالصفات السلبية وبالتعبير الأذق صفات الجلال النوع الثاني من صفات الله سبحانه وتعالى الصفات التي هي عين ذاته لا فرق بينها وبين الله كالعلم والحياة والقدرة حياة الله سبحانه وتعالى ليست حياة زائدة عن ذاته كحياتنا نحن نحن كنا أمواتا فأحيانا الله سبحانه وتعالى ثم يميتنا ثم يحيينا فالإنسان قد يكون حيا وقد لا يكون حيا بل يكون ميتا لكن الله سبحانه وتعالى صفاته الذاتية كالحياة هي عين ذاته وكذلك العلم والقدرة وما يرجع إلى هذه الصفات النوع الثالث من صفات الله سبحانه وتعالى صفات الفعل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق ويفعل ما يشاء فتنتزع صفات هذه الصفات تسمى صفات الفعل وهي في الحقيقة مخلوقات لله سبحانه وتعالى بمعنى انتزاع تلك الصفات من أفعاله وأفعاله مخلوقات له سبحانه وتعالى وصفات الفعل ترجع إلى صفات الذات بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالم قادر حي فلأنه قادر وعالم وحي يتمكن من الخلق فيكون خالقا يتمكن من الرزق فيكون رازقا سبحانه وتعالى يحيي فيكون محيا يميت فيكون مميتا وما إلى ذلك من صفات الفعل وحسب الأحاديث الشريفة فإن كل شيء يكون اتصاف الله سبحانه وتعالى به نقصا فالله منزه عن ذلك ويكون تنزيه الله عن ذلك هو وصفه بالجلال والعلم والحياة والقدرة وكل ما يرجع إليها بمعنى أنه يكون أوصاف راجعة إلى العلم مثلا السميع بمعنى علمه بالمسموعات البصير بمعنى علمه بالمبصرات وهكذا من صفات أخرى من صفات الذات فهذه يعبر عنها بصفات الذات وكل شيء كان يرتبط بفعل الله وانتزعت صفة من الله سبحانه وتعالى باعتبار ذلك الفعل يكون من صفات الفعل كالرازق الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يرزق لكن حينما لم يخلق خلقا لا يكون هناك رزقا وإنما الرزق يكون بعد أن يصنع الله سبحانه وتعالى المصنوعات المخلوقات تحتاج إلى الرزق فيرزقها الله سبحانه وتعالى بقدرته وبعلمه وبحكمته فلذلك يطلق عليه الرازق وكذلك الخالق الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق قادر على أن يكون خالقا لكنه لم يخلق شيئا في الأزل كان الله ولم يكن معه شيء فلما خلق الأشياء وصف بالخالق هذا الباب باب صفات الذات يتصدى لبيان الفروق بين صفات الجلال وصفات الجمال صفات الذات وصفات الفعل وقبل أن ندخل في هذه الروايات الشريفة عن الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نتطرق إلى الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل هناك هناك مجموعة من الفروق ولو أن روح وجوهر هذه الفروق هو شيء واحد وهو أنه ما رجع إلى ذات الله هو صفة الذات وما رجع إلى فعل الله فهو صفة الفعل ولكن هذه الفروق اختلافها بالاعتبارات وببيانها يتضح الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل بأجل صورة وبعبارة أخرى هذه الفروق هي فروق اعتبارية وإنما هي تشير إلى حقيقة واحدة وإلى فرق واحد الفرق الأول أن صفات الذات لا يصح تقييدها أو تخصيصها بحال أو زمان كالحياة والعلم والقدرة لا يصح أن نقول أن الله لم يكن حيا ثم صار حيا لا يصح أن نقول أن الله لم يكن عالما ثم علم لا يصح أن نقول أن الله لم يكن قادرا ثم قدر كما أنه بالعكس لا يمكن لا يمكن أن نقول أن الله حي ثم يموت إنه عالم ثم يجهل إنه قادر ثم يعجز كلا إن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات من الأزل إلى الأبد لماذا؟ لأن هذه الصفات هي عين ذاته لا فرق بين قدرته وبين ذاته أما صفات الفعل فإنه يصح تقييدها بحال دون حال وإثباتها في زمان دون زمان مثلا نقول إن الله لم يخلق الأشياء في الأزل كان الله ولم يكن معه شيء لم يخلق نحن نسلب هذه الصفة عن الله في الأزل لم يخلق ثم بعد ذلك خلق ثم بعد ذلك يفني الأشياء كل شيء هالك إلا وجهه ثم يعيد الأشياء مرة أخرى للحساب فإذن أنت أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى إذا لم يصح تقييدها بحال دون حال أو زمان دون زمان فهي صفة ذات وأي صفة أمكن تقييدها بحال دون حال أو بزمان دون زمان فهي من صفات الفعل هذا هو الفرق الأول وأما الفرق الثاني هو أن صفات الذات لا يصح اتصاف الله سبحانه وتعالى بأضدادها فلا يمكن عليه الموت ولا الجهل ولا العجز الله قادر يستحيل أن يتصف بضد القدرة وهو العجز والله سبحانه وتعالى عالم ويستحيل أن يتصف بضد العلم وهو الجهل والله سبحانه وتعالى حي ويستحيل أن يتصف بضد الحياة وهو الموت لكن في صفات الفعل يصح اتصاف الله سبحانه وتعالى بأضدات تلك الصفات كالإرادة والكراهة الله يريد شيئا أو يكره شيئا يحب شيئا أو لا يحب شيئا يرضى ويغضب فأنت تصف الله سبحانه وتعالى بالشيء وبضد ذلك الشيء الله يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين فاتصف الله سبحانه وتعالى بالشيء وبضد الشيء الله سبحانه وتعالى يريد ويكره الله سبحانه وتعالى يريد بالإرادة التكوينية أو بالإرادة التشريعية ويكره أمورا كالكفر مثلا والنفاق والمحرمات فالله سبحانه وتعالى اتصف بالشيء وبضده فكانت الإرادة من صفات الفعل كان الرضا من صفات الفعل كان الحب من صفات الفعل لكن هل يمكن أن يتصف الله سبحانه وتعالى بالحياة وبضد الحياة كلا الحياة ضروري لله سبحانه وتعالى القدرة ضرورية لله سبحانه وتعالى العلم ضروري لله سبحانه وتعالى هذا هو الفرق الثاني وأما الفرق الثالث فهو إن صفات الفعل مفهومها إضافي بمعنى أنه لا تطلق عليه إلا إذا تحقق المضاف إليه يعني مثلا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا هو قادر على الخلق ويستحق أن يطلق عليه صفة الخالق ولكن قبل أن يخلق الخلق يمكن سلب هذه الصفة منه يقال أن الله سبحانه وتعالى في الأزل لم يكن خالقا لشيء لم يكن رازقا لشيء فبناء على ذلك قبل أن يتحقق المضاف يعني قبل أن يتحقق المخلوق قبل أن يتحقق المرزوق في هاتين الصفتين أمكن سلب هذه الصفة من الله سبحانه وتعالى بمعنى عدم تحققها بالفعل وإلا الله سبحانه وتعالى قادر عليها ويستحق تلك الأوصاف لكن في صفات الذات صفات الذات قسمان العلم مفهومه إضافي لأن العلم يتعلق بالمعلوم ولكن لا يتوقف وجود العلم على وجود المعلوم يعني مثلا نحن الآن نعلم بأن الشمس غدا ستطلع الآن لا يوجد طلوع الشمس في يوم غد ولكننا نعلم هذا العلم مفهوم إضافي لأنه تعلق بشيء وذلك الشيء هو طلوع الشمس لكن العلم نفس العلم وجود لم يتوقف على وجود المعلوم ولذلك الله سبحانه وتعالى في الأزل قبل أن يخلق شيئا فلا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة في الأزل الله سبحانه وتعالى كان عالما بكل شيء عالما بما سيكون وكذلك هو كان عالما بما لم يكن لأن علم الله سبحانه وتعالى غير محدود فهذه الصفة من صفات الذات ولو أن مفهومها إضافي يعني له متعلق ولكن إطلاق تلك الصفة وتحقق تلك الصفة لا يتوقف على تحقق المضاف إليه العلم أن تتعلم بأمور مستقبلية لم تتحقق لحد الآن تلك الأمور المستقبلية نحن نعلم بقيامة الساعة القيامة القيامة الآن لم تقم لكن نعلم بها فعلمنا تعلق بشيء ليس بموجود الآن فالعلم موجود بدون المعلوم علم الله في الأزل موجود لأنه عين ذاته بدون أن تكون هناك معلومات بدون أن تكون هناك موجودات هذا النوع الأول من أنواع صفات الذات أنه مفهومه إضافي لكن تحقق العلم لا يتوقف على وجود المعلوم والقسم الآخر من صفات الذات مفهومها ليس بإضافي كالقدرة والحياة قدرة الله سبحانه وتعالى عين ذاته سواء كان هناك شيء مخلوق أو لم يكن شيء مخلوق الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وفي الأزل كان قادرا والآن هو قادر وإلى الأبد هو قادر لأنه خارج عن الزمان والمكان وإنما تعبيرنا لإفهام المعنى والله سبحانه وتعالى هو قادر وقدرته عين ذاته من الأزل إلى الأبد فإذن الفرق الثالث بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الفعل مفهومها إضافي ولا تتحقق تلك الصفات إلا بتحقق المضاف إليه المتعلق لكن صفات الذات الإضافي منها وهو العلم لا يتوقف على تحقق المضاف إليه وبقية الصفات الذاتية هذه ليست بإضافية هذا هو الفرق الثالث بين صفات الذات وصفات الفعل وأما الفرق الرابع بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الذات سلبها يوجب النقص يعني إذا لم يكن قادراً فهذا نقص إذا لم يكن عالماً فهو نقص إذا لم يكن حياً فهو نقص والله سبحانه وتعالى يتعالى عن النقص يجل عن النقص فلا يمكن أن تكون هذه الصفات مسلوبة عنه أما صفات الفعل فسلبها في الجملة لا يوجب نقصاً يعني إذا الله سبحانه وتعالى ما كان يريد أن يخلق شيئاً لو كانت الحكمة أن لا يخلق شيئاً أبداً فحينئذ الله سبحانه وتعالى ما كان خالقاً لو لم يخلق شيئاً وهذا ليس نقصاً فيه إذا الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يرزق فسلب صفة الرزق عنه في الجملة ليست بنقص نعم إذا كان خلاف الحكمة أو إذا كان ظلماً فهذا قد يكون نقص من باب أنه خلاف الحكمة أو من باب أنه ظلم لكن أصل الصفة إذا سلبت عنه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ما كانت تتعلق إرادته بالخلق ولا تتعلق إرادته بالرزق مثلاً ولا تتعلق إرادته بالإحياء ولا تتعلق إرادته بالإماتة فسلب هذه الصفات لم يكن نقصاً لله سبحانه وتعالى لكن حكمته اقتضت أن يخلق فيكون خالقاً أن يرزق فيكون رازقاً أن يحيي فيكون محياً أما صفات الذات سلبها هو نقص والله سبحانه وتعالى يتعالى عن النقص هذا هو الفرق الرابع بين صفات الذات والصفات الفعل وأما الفرق الخامس فإن صفات الذات يستحيل تعلق القدرة بها وبضدها لا لعجز في الله سبحانه وتعالى الله يتعالى عن العجز وإنما بمعنى عدم قابلية الشيء وهذا البحث مربوط ببحث القدرة ولعلنا سنشير إليه بالتفصيل في المستقبل ولكن الآن نبين ذلك ببيان إجمالي هل يصح أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يميت نفسه إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل نفسه عاجزا أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل نفسه مخلوق ويجعل المخلوقات خالقا هذا الكلام ليس بصحيح كما يزعم ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى حسب كلامه يقدر أن يصغر حجم نفسه بحيث أنه يكون أصغر من جناح بعوضة فيأتي ويستقر على جناح بعوضة فتطير البعوضة وحسب كلامه يطير الله معها والعياذ بالله من هذا الكفر الصريح الله سبحانه وتعالى لا يصف بالعجز ولكن بعض الأشياء ليست لها قابلية كما ذكرنا فيما مضى أنه إذا لنفرض مثال نذكر المثال لتقريب المطلب إلى الذهن إذا أنت رأيت بطلا في الألعاب العالمية الأولمبية هذا البطل يحمل حجرا ثقيلا ثم يرمي بهذا الحجر عشرات الأمتار نقول أن سواعده قوية جدا بحيث تمكن من رامي هذه الأحجار لعشرات الأمتار زين أنت تعال وأعطي لهذا البطل الذي هو فاز بالميدالية العالمية أعطه ريشة أو ورقة وقل له إرم هذه الورقة عشرات الأمتار لا يمكن ذلك لا لعجز في هذا البطل هذا سواعده قوية جدا وهو قادر ولكن لعدم قابلية الريشة لعدم قابلية الورق لأن ترمى لعشرات الأمتار فنأتي هنا الله سبحانه وتعالى لا تتعلق قدرته بصفات الذات وبأضدادها نقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر بأن يميت نفسه الله ليس بعاجز الله لا يصف بالعاجز ولكن أن يموت الخالق هذا أمر مستحيل الموت لا قابلية له لأن يعرض على الخالق نقول الله سبحانه وتعالى هل هو قادر على أن يجعل نفسه عاجزا الجواب الله لا يصف بالعجز الله قادر على كل شيء لكن أن يكون الخالق عاجزا هذا أمر مستحيل فلا تتعلق به القدرة وهكذا في سائر صفات الذات أما صفات الفعل يمكن أن تتعلق القدرة بها وأن تتعلق القدرة بضدها الله يحيي ويميت الله سبحانه وتعالى قادر على الإحياء وقادر على الإماتة الله قادر على أن يرحم وقادر على أن لا يرحم لأن الرحمة من صفات الفعل إذن بمجمل هذه الفروق الخمسة بين صفات الذات وصفات الفعل تبين أن صفات الذات لأنها عين ذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تسلب عنه ولا أن تتعلق القدرة بأضدادها ولا يكون سلبها ممكنا لأن سلبها نقص أما صفات الفعل إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى الخلق والرزق والإحياء والإماتة والرحمة والنقمة والغضب وما إلى ذلك من الصفات المتعلقة بفعله سبحانه وتعالى فإنه يصح تقييدها بحال دون حال يصح اتصافه بها وبأضدادها مفهومها إضافي لا يتحقق ذلك المفهوم إلا حين تحقق المضاف إليه سلبها في الجمل لا يجب النقص تتعلق القدرة بها وبأضدادها إذا تبين ذلك يتبين أن صفات الله سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الشريفة وما وصف الله به نفسه هذه الصفات على هذه الأقسام والمشكلة أن كثير من المسلمين حينما ابتعدوا عن عدل القرآن الكريم وصية الرسول صلى الله عليه وآله هي بالكتاب وبالعترة والعترة مفسرة للكتاب علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض الأئمة لا يفترقون عن القرآن القرآن هو الكتاب الصامت والأئمة هم القرآن الناطق لأنهم يفسرون القرآن بكلامهم بأفعالهم بأقوالهم بسيرتهم كثير من المسلمين حينما ابتعدوا عن الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام خلطوا بين صفات الذات وبالصفات الفعل مثلا التكلم من صفات الفعل الله سبحانه وتعالى يخلق صوتا وهذا الصوت مخلوق لله سبحانه وتعالى حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى فيسمعه أنبياؤه كموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج وكذلك قد يسمعه المؤمنون في يوم القيامة صوت الله سبحانه وتعالى بمعنى الكلام الذي يخلقه الله وإلا إذا كان الكلام صفة لله بمعنى صفة الذات استماع هذا الصوت معنى دخول ذات الله في آذان موسى وآذان محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وهذا أمر مستحيل صفة الذات هي عين ذات الله صفة الفعل ترتبط بأفعال الله لذا حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى صادق الصدق من صفات الفعل بمعنى أن الكلام الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى لا باطل فيه بمعنى أن الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى لا باطل فيها ولذلك القرآن الكريم مخلوق وهذا أمر بديهي الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكتاب وأنزله لهداية الناس وحتى القرآن يدل على أنه مخلوق من ذكر محدث محدث من الحدوث الحدوث يعني شيء لم يكن موجودا ثم وجد فإذا كان القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وصفة الذات كما يزعمون معنى ذلك أنه جزء من ذات الله سبحانه وتعالى كانت هنا أو إذا هذه صورة من صورة ذات الله سبحانه وتعالى فصار لله مثل لأن هذا القرآن الذي هو بين الدفتين أوراق وحبر على هذه الأوراق إذا هذا كان هو نفس الشيء الذي هي صفة الله الذاتية معنى ذلك أن هذا الكتاب المطبوع في المطابع يكون شبيه لله سبحانه وتعالى وهذا الأمر بديهي البطلان لأن هذا الكتاب المصحف مخلوق أوراقه مخلوق الحبر الذي استعمل فيه مخلوق الزخرفة التي فيه مخلوق لذلك بعض العامة اضطروا وهم الأشاعر لأن يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى له كلام نفسي وفرقوا بين القرآن وبين الكلام النفسي وبعضهم كبعض الوهابيين اعتبروا أن هذا خلاف القرآن وقالوا أن الله سبحانه وتعالى من الأزل ينطق بهذه الكلمات بهذه الحروف وهذا النطق مستمر ودائما موجود بحسب تعبيرهم بكيفية لا نعلمها هذا الكلام هو كلام باطل لماذا؟ لأن القرآن ألفاظ خلقها الله سبحانه وتعالى والقرآن دل على أنه محدث ما يأتيهم من ذكر من الرحمن سبب ذلك عدم تمييزهم بين صفات الذات وصفات الفعل فتصوروا أن كل صفة هي صفة الذات إذا كانت صفة الذات فلا يمكن سلبها عن الله سبحانه وتعالى الله خالق رازق فالأزل الله لم يخلق شيئا فالأزل لم يرزق أحدا معنى كلامهم أن تكون المخلوقات كلها أزلية وكل ما يجري في هذا الكون أزلي وهذا باطل ببديهة العقل وبديهة الشرع بعد أن يتبين لنا الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل نأتي لأحاديث هذا الباب وسنتطرق إلى هذه الأحاديث في الحلقات القادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر